المطر الخفيف وما شاء الله سحابها جميلة راح نسلك طريق أو راح نمر على أحد الطرق الفرعية وراح نشوف ما شاء الله نشوف الأرض مخضرة وزانة بعد الأمطار اللي جتنا وإن شاء الله نشاهد سحابها قادمة محملة بالأمطار والخير والبركة وإن شاء الله تكون جولتنا اليوم مميزة في شعاب وجبال مكة المكرمة شوفوا الوادي هذا ما شاء الله أخضر ما شاء الله تحولت الصحاري إلى ساحة خضراء اللهم لك الحمد ولك الشكر شوفوا تقريبا بعد صلاة العصر الآن شوفوا الأجواء كيف مظلمة الآن سحابة قوية قادمة الله مكان جمال هنا يبيعوا اللبن أو حليب أبل شوفوا الأجواء كيف جميلة يعني خرجنا عن المعتاد في تغطياتنا وإن شاء الله تكون تغطية مميزة نتعرف فيها على شعاب وجبال مكة المحيطة بالحرام طبعا هذه لها مشاريع إن شاء الله مستقبلية طبعا في مخرج من هنا يوديك على قرية العبار هذه القرية توديك على جبال الشفا على عقبة الشفا لها اسم بس ما أعرفه بس المهم توصلك للشفا مدينة الطائف وفي مخرج إلى سعية إلى ميقات يلملم ميقات أهل اليمن طبعا فيه باقي بدخل معكم من هذا المخرج أيها نشوف الأودية اللي داخل لكن الآن نستمتع بهذه المسطحات الخضراء وفي الخلف باقي بدخل مع المسطحات الخضراء باقي بدخل مع المسطحات الخضراء ايه لما يجي الربيع هنا و ما شاء الله هي خضرة الآن لكن بزيادة بزيادة إذا بعد الأمطار راح تشوف هذه الصحاري مليانة جمال ونحل نحل شوفوا هذا الطريق اللي يوديك على لا همه هذا أنا خطيت طيب لو نواصل في هذا الطريق وين يودينا طبعا إذا وصلنا في هذا الطريق راح نوصل إلى مشعر عرفة مباشرة وبعدها يمين إلى عقبة الهدى أو يصار إلى مكة المكرمة شوفوا جبل أمامي الآن جبل مميز عن غير الجبال أمامك تقاطع خطر هذا اللي يوديك على الشفا وقرية العبار أمامك تقاطع خطر ويلملم سعية مركز الدفاق مركز الدفاق شرق نأخذ يمين نمشي في هذا الخط شوين نشوف وين وين جاء الأمطار وين جاء الخير شوفوا ممكن هذه السحابة اللي أمامي محملة بالأمطار والخير والبركة والله كري والله كري اللهم أغثنا وأغث البلاد والعباد وما شاء الله شوفوا الجمال تملأ هذه المسطحات الخضراء على كامل هذا الطريق يعني يتحملون يلا بسيل والمطار تسكيلنا ودينا أم الراكة أم الراكة والبيضة والملحة ودفاق وهذه إحليل وأنا قلت قرية العبار ما شفتها في اللوحة لا يشوفوا بعد الأمطار كيف جلسة على هذه التبات ومعك شاي على الجمر يا صلى يا زين الأجواء ما شاء الله تبارك الله والله بس يبغى لها مطر وتسير هذه الأودية والشعاب الله الله يا جلسة هنا ويا ويا أجواء جميلة والله فالربيع تتحول هذه إلى جنة خضراء وإن شاء الله في أمطار خير قادمة وراح نأخذ الصورة بإذن الله لهذه لهذه الأماكن مكة عشق لا ينتهي سواء صحراء شعاب جبال ما شاء الله تبارك الله شوفوا التكوينات الجبلية إذا هو واضح عندكم الجبل اللي في اليسار هذه الجبال بامتداد لين توصل الشفاء الهدى أي والله جت رشات المطر يا الله يا كري يا الله يا كري أي والله يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالأمطار اللهم لك الحم اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ربي لك الحم جو الشكر وجت أمطار شوفوا شكلها جت رشة خفيفة هنا أي والله خلوني في هذا المكان ما شاء الله تبارك الله يا هلا يا هلا بالخير يا هلا برحمة ربي يا هلا برحمة ربي يا هلا الله ما أجملك يلا يا هلا يا هلا يا هلا بالأجواء الجميلة ما شاء الله تبارك الله هذه ما تتفوت يا رحمة ربي يا رحمة ربي يا رحمة ربي ما شاء الله يا رحمة ربي أور البي الله رشة جميلة خفيفة يا الله ريحة ريحة المطر اشترك رمش رمش يالله يا هلا برحمة ربي يا هلا مشكلة المساحات حتى مو يمعد عندي والله المساحات خربانة والمو يغلق يالله يا رحمة ربي يالله يالله يا كريم اللهم اسكن الغيس ولا تجم أنا شكلي بدخل هذه الشعاب وهذه الأودية بس 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 مشكلة الأمطار ما ادري وين راحت ايوه هنا هنا أنا في وسط الصحابة شوفوا المجلسين في الجبل هناك شوفوا الناس مستمتعين بهذه الأجواء شوفتم في الجبل اللي على اليسار أو في التبة شكل هذه ممر للسحابة شوفوا الأمطار هنا حتى أنا بوقف هنا وانتظر شوفوا رحمة ربي والله شوفوا رحمة ربي حتى أنا بوقف هنا وانتظر أنا بوريكم السحابة موين جاية هذولا ما شاء الله شكلهم معرفوا مكان السحابة شوفوا سبقتني السحابة طيب أنا بوقف في هذا المكان وانزل وريكم السحابة شوفوا السحابة هذه السحابة ما شاء الله في رشات مطر خفيفة وشوفوا لها متجهة إلى جهة البحر قادمة من شرق من جبال الطائف ومتجهة إلى شرق إلى الغرب إلى جهة البحر يعني قادمة من الشرق ومتجهة إلى الغرب ما شاء الله تبارك الله يعني الحمد لله أنا الآن في أنا الآن في ممر السحابة بس شكلها عدت روحت الله ملك الحمد شوفوا الأرض كيف جميلة شوفواهم نزال شوفوا هم نزال شوفواippi ماشاء الله بدأت رشات المطر الخفيفة الآن شوفوا السحابة من خلفي شوفوا الشمس خروب الشمس في رشات مطر خفيفة والله وفي ناس يلحقون السحابة شوفوا متجهة للغرب لكن ما أعرف هذه لوديانة ما أعرف هذه الشعاب وباقي في سحابة قادمة قادمة من شرق الحرم من شرق مكة ماشاء الله شوفوا بهذا الاستجاه يكون مرور السحاب تقريبا جاية من عرفة من جهة عرفة متجهة إلى هذا الاستجاه جهة الغرب شوفوا ناس تتبع السحابة راح أشوف طريق لها بإذن الله شوفوا معلش تحملوا ولازال في رشات مطر خفيفة كمان نشاهد الآن يا الله يا رب اسكن الغيث يا هلا برشات المطر يا هلا برحمة ربي ما شاء الله تبارك الله يا هلا برحمة ربي والله بسكن الغيث بسكن الغيث بسكن البلاد والعباد طبعا لو عندي سيارة قوية كان طلعت هذه التبة لكن خايف من التغاريز وراح يجيها الخير إن شاء الله شوفوا التبة اللي على اليساري هذي تبة جميلة وعلى ممر السحابة ما شاء الله بعد الأمطار اللي جات قبل شوي هنا نشفى تلارو ما شاء الله شوفوا الموية هنا شوفوا السيل ما شاء الله ما شاء الله جاهم خير طبعا ما أدري وين يودي هذا الطريق لكن ناخذ فيه شوي ممكن نلقى مفارو أو شيء السحابة خلاص في الخلف الآن وراح نرجع علشان البنزين تقريبا باقي على الربع وما أعرف هذا الطريق لكن إن شاء الله له زيارة جميلة إن شاء الله قادمة بس علشان أوريكم هذه الجبلين شوفتم الجبلين اللي على اليمين وعلى اليسارة الشاشة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شوفوا السحابة اللي على اليساري كيها مطار أيها الله يا مطار خلونا نرجع على والله جاهم بخير هنا ما شاء الله أحسب إنها قريبة لكن بعيدة بعيدة الجبل فبنرجع لها إن شاء الله في وشكل في وادي سال هنا أشوف الدفاع المدني المهم أنا برجع ما عرف الطريق ولا ولا عمري جيتها لكن إن شاء الله السحابة اللي أمامنا الآن فيها خير والله فيها خير ما شاء الله طبعا الآن أنا دخلت حي ولي العهد أمامنا تقريبا نبعد عن حد الحرم مسافة خمسة كيلو هذا شارع إبراهيم الخليل بداية شارع إبراهيم الخليل إلى توصل إلى حي المسفلة أو إلى المسجد الحرام ساحة المسجد الحرام منطقة العكيشية دخل الآن إلى حد الحرم خلاص بداية حد الحرم الآن من بداية الحد إلى الحرم تقريبا يوصل إلى ثلاثة عشر كيلو تقريبا تقريبا تلاثة عشر كيلو على الأول منطقة العنسان حينت منطقة عشر كيلو منطقة الوحيد أنقريبا تقريبا تحرق أنقليبا تحرير طبعاً أمامي الآن منطقة العكيشية وراح نأخذ يمين باتجاه الدائري الرابع كنا في الدائري الخامس أمامي الآن جبل ثور نخرج الآن على الدائري الرابع باتجاه مسجد باتجاه مخرج طريق جدة وأحياء حي الشوقية حي الشافعي حي السبهاني وطريق الليث وشوف الأجوال الجميلة أصنع غروب الشمس أصنع غروب الشمس أصنع غروب الشمس طبعاً على اليسار أحد الأحياء الجديدة بس يكفيك غروب الشمس ما شاء الله تبارك الله صورة جميلة ما شاء الله أمامي الآن مخرج إلى طريق الليث شارع إبراهيم الخليل باتجاه الحرم نواصل في طريقنا إلى حي الملك فهد هذا كبري طريق الليث طريق شارع إبراهيم الخليل محطة جميلة ترجمة نانسي طبعا بدأت حي الشافعي راح ندخل إلى حي الشافعي حي ملكتاد حي الملك فهد حي الشوقية ما شاء الله جاه المطر الخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حي ملكتاد أمامي الآن حي الشوقية وساعة مكة ومنطقة الحرم ترجمة نانسي قنقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته